قلت لك طلق مراتك وتردتني أنا وبنتي قلب أمك زوجة علي ربيع بتهاجم مرة تانية بعد الانفصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين قناة صيف ترينت كشفت ندا محمود زوجة علي ربيع الأولى عن وجود خلافات ما بينهم وبين بعض وانتهت المشاكل دي بترضها من البيت هي وبنتها وده طبعا اللي هي قلته على حسابها على انستجرام بسبب الخلافات اللي بينها وبين والدة علي ربيع وزوجة علي ربيع نشرت وقالت أمك ثم أمك ثم أمك وان قالت لك طلق مراتك وتردها برة بيتها هي وبنتك ما تترددش يا قلب أمك وشكرا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة أنا خصيمة أي حد ظلمني أنا وبنتي أو أثر علي تأثير سلبي في حياتي وخربها لي وعند الله تلتقي الخصوم ويوم القيامة نلتقي أمام الله وختمت كلامها إليك فوضت أمري يا الله وأنت خير وقيل وطبعا الكلام ده اللي قالته زوجة علي ربيع الأولى نادى محمود وكمان برضو في أخبار مؤكدة بتفيد بانفصال علي ربيع عن زوجته التانية برضو وهي سلسبيل وده بعد فترة زواج دامت لأقل من سنة وكان الزواج ده حصل بشكل مفاجئ جدا لكن تم في سرية تمة لأن كان في الوقت ده أو في يوم الزواج كان في يوم جنازة دلال عبدالعزيز فالموضوع ما طلاش للنور غير بعد مدة من وفاة دلال عبدالعزيز ده كان موضوع حلقتنا النهاردة بسبب الخلافات اللي ما بين علي ربيع وبين زوجاته الاثنين نادى محمود وسلسبيل ما تنساش تعمل لايك للفيديو واتشرفنا باشتراك في القناة تظلونا في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته